منذ احتلال الضفة الغربية في الخامس من حزيران عام 1967 بدأت إسرائيل ببناء المستوطنات وشرعنتها على حساب المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم حيث شهدت المنطقة تمدداً استيطانياً كبيراً حتى بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة قرابة 160 مستوطنة نهيك عن مئات البؤر الاستيطانية المقامة على سفوح الجبال وعشرات المجالس المحلية والبلديات التابعة للمستوطنين والتي كان آخرها في مستوطنة كريات أربع في الخليل المستعمرات الاستراتيجية قامت بتطويرها بشكل كبير جداً وقامت بعملية دمج لهذه المستعمرات حتى أصبحت كتل استطاني كبير ومجالس إقليمية كما هو موجود الآن في الضفة الغربية ست مجالس إقليمية أما بقية المستعمرات الإسرائيلية فقد كانت تسمى مجالس محلية ويوجد الآن في الضفة الغربية 23 مجلس محلي استيطاني بالإضافة إلى خمس بلديات في الضفة الغربية وأصبحت الآن ست بلديات بعد الاعتراف بكريات أربع وإعطاها صفة بلدية وتتلقى حكومة الاحتلال دعماً واضحاً وضوءاً أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه السدة الحكم في الولايات المتحدة خاصةً بعد إعلان القدس عاصمةً للاحتلال في السادس من ديسمبر عام 2017 في تحدي واضح للفلسطينيين المطلوب اليوم بكل وضوح أن تتحمل المجتمع الدولي وعلى رأس الأمن المتحدة مسؤولياتها من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بضمان تنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأس حق تقرير المصير وأصبح المستوطنون المتطرفون يمتلكون قراراً في مصادرة أراضي المواطنين بمساعدة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية كما حدث مؤخراً في الخليل ومنطقة الأغوار بمصادرة مئات آلاف الدنومات ازدياد في عدد مستوطنات الضفة الغربية بالفترة الأخيرة بشكل واضح في الوقت الذي زادت فيه الاعتداءات على الفلسطينيين ومنازلهم وأراضيهم من قبل المستوطنين المتطرفين من أمام مستوطنة بيت حقاي جنوب الخليل رائد الشريفة الغد فلسطين